النادي الاهلي الحقيقة مع فرحة جماهيرو بألفوز ذهابا وعيابا على اتحاد المنستير ثم بداية الدورة العام بفوزين على الاسماعيلي واسوان منهم عرض جيد جدا امام الاسماعيلي وعرض اقل من المتوسط امام اسوان ثم فوز ولا اروع وعرض ولا احلى امام الزمالك في السوبر وعودة الانتصارات والبطولات للنادي الاهلي مرة اخرى وحصد اول بطولة هذا الموسم الكل كان مرتاح مبسوط متوقع انه الاستمرارية لانه الدنيا ماشي كويس بقت فيه ثقة في المدرب اللي حاز عليها من البداية كل مرة بتزيد ثقة في شادي حسين المهاجم الجديد ثقة في محمد شريف اللي بينزل يكسر الدنيا او بيلعب كمان والتنافس الشريف ما بينهم هما الاتنين وجاي وراهم حسام حسن ثقة في برونو سافيو الوافد الجديد اللي سجل هدف الاول للنادي الاهلي في الشباك نادي الزمالك في اول مباراة قمة لحالة من الرياحية موجودة عند جماهير نادي الاهلي بعد يعني هذه البداية القوي لكنه تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن يعني فجأة تلاقي انه النادي الاهلي عنده اصابات كتيرة جدا بس المرة دي بدري 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 يعني قاله ديانج شد في العضلة الخلفية عمر السلية شد في العضلة الامامية علي معلول انفلونزة صعبة جدا حسين الشحات انفلونزة صعبة جدا رامي ربيع كدمة شديدة جدا في الضلوع محمد عبد المنعم عملية جراحية في الانفل فبيغيب عن النادي الاهلي ديانج وعبد المنعم والسلية وعلي معلول طاهر محمد طاهر للإقاف خمسة من الاعمدة الاساسية للنادي الاهلي بيغيب حسين الشحات لعيب مهم جدا بيغيب رامي ربيع على عبلي ادوار غير طبعا الاصابة الطويلة اللي لسه مع عمار حمد يعني لكن لما تلاقي ديانج وعبد المنعم والسلية ومعلول وطاهر والشحات ستة خمسة منهم اساسيين مش موجودين في المباراة بدري اوي بدري اوي اوي على النادي الاهلي الحقيقة يعني السلية ما علمته ان الراجل يعني كمل المباراة بتاعة نادي الزمالك وبيشعر ببعضا من الالام لكن قالك الظروف ما كانتش تسمح ابدا اني اغير وده معدى اللعيب راجل لكن المفاجأة اللي عايز حدراك تعرفها انه فيه اربعة او خمسة لعيبة في الفرقة اللي موجودة في المعسكر عندهم من في الونزة شديدة جدا وانه الدكتور احمد ابو عبلا بيبزل جهود جبارة عشان يعني ما تتفقامش يعني ومن حسن الحظ ما فيش حرارة فهي عبارة عن كحة وعبارة عن رشحة واحتقان في الزور فمأضر عليها شوية يعني فلكنه الحرارة تحت السيطرة ومحدش كورونا ودلوقتي خلاص يعني تبقى منظمة صحة العالمية بقى يصنفوا الكورونا انها من في الونزة فالامر خلاص بقى طبيعي عادي يعني فيش مشاكل يعني اللي عنده كورونا بقى معنا كده عادي وفيش مشكلة عنده برد خالص يعني وياكل ويتحرك ويعمل وكان موضوع يعني موضوع شوية كده الله اعلم كان سكته او قصته عاملة ازاي فقايمة الاهلي لما تبصوا عليها بكرة هتلاقي الحراس التلاتة ربنا ربي يطمن عليهم شناوي وعلى لطفي وشوبير ومتولي وياسر ابراهيم وآمن اشرف واكرم توفي ومحمد هاني يدخل رقفة خليل تاني ويدخل محمد مغربي ويدخل محمد اشرف الوسطة حمد فاتح وحمد ابقادر وبرونو وافشة وبرستاو وكريم فؤاد ومحمد فخري يدخل حسام حسن وشاد حسين ومحمد شريف فتلاقي الرجل محتار في التشكيلة بكرة وحيعمل ايه انا شخصيا لو قلتلي تشكيلة الاهل اللي انت تتوقعها اقولك انه الشناوي اكرم متولي ياسر ابراهيم ايمن اشرف يعني ياسر يدخل سردباك وايمن اشرف يدخل باكليفت ده انا مش حد تاني نص الملعب عنده مشكلة حمد فاتحيه بنقوله مبروك اعتقد سمى ابنه زين ربنا يكرمه ويجعل ايامه كلها زين يا رب بامر الله زين ولا نور اكدول يا جماعة شانا يكون بقول صح يعني ربنا يا رب يزين حياته ينور حياته يا رب لانه من لعبة الجمال يعني مين اللي هيلعب جمد حمد فاتحيه هل يلعب افشا ما بيحبش او حتة الديفندر افشا ولما بينزل صنع علعب او لما بيلعب صنع علعب بيكسر الدنيا هل زين ابن حمد فاتحي زين وهل يلعب محمد فخري جنبه هل يعمل تأليفة يوم جاي مدخل اكرم في وسط الملعب ويحط محمد هاني باكريت او يحط كريم فؤاد هل كريم فؤاد يخش في وسط الملعب كلها حاجات الرجل بيفكر فيها مين اللي يبقى جنب حمد فاتحي في وسط الملعب احمد عبدالقادر يبقى كما هو اعتقد ان بيرسيتاو هيبدأ المباراة في ناحية الامين اعتقد تصوري نظرا للاقاف طهر وممكن بقى يستفيد من افشا وقدامه برونو سافيو بس هيبقى فيه بالاغبطة يعني في لعب الاتنين دي تشكيلة النادي الاهلي ما قده مش الا كده يعني ويشوف الدنيا شكلها عاملة ازاي هحاول اقول لكم تشكيلة نادي الداخلية حالا بعد ما تجيلي القايمة بتاعت الداخلية اللجنة الحكام اعلنت الاسماء كابتن امين عمر ومعه محمد عزازي وخارد السيد ومحمد سوي الحكم الرابع والفرحب عمر الشناوي ومحمد لطفي الاهلي حيلعب بكرة بالطاق من الاسود لانه لون دي مباراة الداخلية وهي لونها الاساسي الاحمر كولر حيعمل لقاء ودي ومن الاتنين اللي جاي وبعد اللقاء حيدي اللعيبة خمس ايام اجازة من يوم الاربع تسعة نوفمبر ده قرار مارسل كولر المدير الفن نادر اهلي يعني هما هتمرنوا عادي يعني بكرة يلعبوا المباراة يرجعوا يتمرنوا عادي يوم وعتقد بياخدوا اللي بعدها اجازة وبعدين هيرجع بقى يدي التمرين وبعدين ياخد الاجازة هو ليه اسلوب علمي زي ما قلتر حضراتكو ماشيين به غير انه كولر نفسه غالبا لن يكون متواجدا في مباراة الغد هو كمان يعني دور البرد طالوا بقوة شديدة جدا غاب تمرينتين لكن بيبقى متابع عن طريق الاتصالات وعن طريق وعن طريق بيبقى متابع هو اللي هيحط التشكيلة ويقولها لمساعدي وحسنا طبعا تكنولوجيا دلوقتي اتغيرت تماما فبتقدر تبقى متواصل وانت في اخر بلاد الدنيا كلها تبقى موجود مع الولاد بتتبعهم يعني لكن طبعا وجوده اسلوبه طريقته طبعا كل الثقة في اجازة المعاون كل الثقة في الكبتن سامي امصان لكن وجود المدير الفني بيبقى ليه طعم تانيا في المقابل كمان اقولكو بس اصابات السلية شد في العضل الامامية رمي ربيع عنده كدمة في الضلع وحسن الشحات قلتلكو عنده برد وعمل مسحة وعلي معلول عمل كمان مسحة ودي اصابات كتيرة جد ترجمة نانسي قنقر